اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تتخذ وزارة الداخلية بمختلف إداراتها كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخطط الأمنية متمثلة في مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وشرطة خدمة المجتمع كما تعمل الإدارة العامة للمرور على رفع مستوى الجاهزية في العياد والمناسبات بسرعة استجابة لأي حادث أو طلب مساعدة بعلى درجات الكفاءة والحرفية الإدارة العامة المرور اتخذت كافة الإجراءات المرورية اللازمة بتكثيف التواجد المروري خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية وحفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وأيضا إقامة الحملات التوعوية في المناطق التي تكثر فيها الفعاليات المصاحبة للعيد والأماكن السياحية أيضا بشكل عام الإدارة العامة المرور أيضا تدعو جميع مستخدمي الطريق للالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع رشادات رجال المرور لضمان سلامة الجميع وكل عام تبخير إن شاء الله قامت المديريات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بمناسبة العيد وذلك عن طريق تكثيف التواجد الميداني ونشر الدوريات الأمنية وشرطة خدمة المجتمع بهدف حفظ الأمن كما تم تأمين الجوامع ومصليات العيد والأماكن الحيوية كالأسواق والمجمعات التجارية والأحياء السكنية لبث روح الأمن والطمأنينة لدى الجميع وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين تنفيذا لمبدأ الشراكة المجتمعية وكل عام وأنتم بخير بدورها عملت الإدارة العامة للدفاع المدني على وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة في حال تلقي أي بلاغ والوصول إليه والتعامل معه على الفور بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات لدارة العامة للدفاع المدني تكون على أهب الاستعداد لتلبية جميع البلاغات خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة يرجى من المواطنين والمقيمين أثناء التجمعات في الأعياد التأكد من عدم تحميل الأجهزة الكهربائية أكثر من طاقتها يتم التعامل بحذر أثناء استخدام الفحم والبخور والتأكد من إطفاء الفحم قبل التخلص منه مراقبة الأطفال لعدم عبثهم بالأجهزة الكهربائية ومصادر الإشعال مثل ولاعات وعواد الثقاب وكل عام وأنتم بخير وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات وعياد تتطلب أداء أمني متكاملا وعلى مدار الساعة اشتركوا في القناة